نقول مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم وأهلا وسهلا بنجميل النهارد كابتن شريف عبد المنعم وكنت قبل الفصل واقف معه مع الصفقة أو المحترف الأجنبي الخامس أهلا للأهلي في حاجة أنه يبدأ الموسم وبيحسم الصفقة دي ولا من الأفضل أنه يستنى طبعا عشان ظروف السوق مش عشان حاجة تانية دلوقتي أغلب الدوريات أو أغلب المسابقات بدأت الآن دية زبطت السكوات بتاعها ففكرة أنه تحط عينك على حاجة مش موجودة مش في مصر في أفريقيا والجبهة مش هتبقى بالمهمة السهلة موسم المركاتو أو انتقالات شتوية ممكن تبقى فرصة أفضل عشان تعرف تتفاوض وعشان النادي لما يفرط يقدر يجيب لعيب بديل للعيب اللي يستغن عنه وده السؤال اللي كنت بسأله لكابتن شريف قبل الفاصل رأيك إيه رأي إيجابي طبعا زي زي أي جمهور إمثاني أنا أنا كجمهور عايز أكبر دعم أحسن لعيبة كل حاجة بالنسبة لي في الفترة دي خصوصا ما أجلش حاجة لبكرة لو في إمكانية أن أنا جيب أحسن واحد اللي هو ناقص من بره من جوه من أي حتة لأ من جوه دي سهلة يعني من جوه دي سهلة وأنا أخذ رأيك في كذا اسمك أول أسمع على أهل أسمع لكن أنا الكلام على من بره طيب رأيك في فكرة أنه أفريقي أفريقي في أوروبا لاتيني برازيلي كولومبي حاجة يعني شايف المدرسة إيه للأهلي محتاجها أنا حسب السي في والعمر أنا بالنسبة لي العمر بفرق كتير والسي في بتاعته ولعب كم ماتش مع الفرق هو أميزة ميستر كولر أنه مش بياخد بموضوع الفيديوهات دي يعني أنا السي في بتاعه يعني بيبقى عنده أرقامه مين الفرق اللي اللعب فيها ويهي نوع عيد الدوري اللي هو كبالعب فيه فيها دوريات كتير أويحنا أقوى منها اللعيب المصري ده لعيب من السهل كاديفندر لا والأهلي كمان كتيم يعني مستوى يعني تقدر تحطه في بطولة زي تشامبينز ليجا زي البريمير ليج زي البونز ليجا زي ممكن قاما ينفس على اللقب لكن هينفس مع معظم اللعنديه اللي موجود هيبقى مستوى ثالث رابع في ذلك الإمكانات الموجودة أنا أقول لك أنه لأنه عنده النهاء إذا كسبت بالميراس وإذا كسب المكسيكي وإذا يقدر يبقى موجود في الملعب بإمكانيات كوي وإحنا روحنا نقصين إحنا لعبنا 4 شواهد هناك ومع الهلال السعودي برضو الحقيقة هلال فرقة محترمة جدا وكباجت يعني مكلفين وصرفين ده كانوا بيقولوا إحنا نقابل تشيلت باين ومنقابلش الهلال السعودي لإمكانيات لها للسعودي ساعتها وموقفين على الرجلية وكمان ولكن نوعية اللاعب المصري واللاعب تشير تناد القلي بيبقى له متطلبات خاصة جدا فبتبقى موجودة في هذه اللحظة فاللاعب اللي أنت عايزه ييجي المواصفات بتاتناد القلي يبقى هو مواكب مع لكن ما فيش مدرسة معانة بتفضلها أو بتميل لها لا لا أنا جربنا في اللاتينية مثلا كنا عايزين حنجيب لعب لاتيني أنت اللاعب اللي جاي طب المركز يعني لو هتجيب الصفقة الخامسة دي محترف أجنبي تفضل يكون مركز وإيه في الملعب الأهلي أكتر ما يحتاج للخبرة دي أو للحتة دي كواليتي دي فين في الملعب حد يتعامل مع علي معلول حد يتعامل مع علي معلول يعني وينج شمال وينج شمال وده مع علي معلول هافو بيكمل وبيرجع والصغرة للحتة دي يبقى هيلبينج للصغرات اللي احنا بنعملها في المنطقة دي أنا بالنسبالي تماما الناس يتفكر تقول بكرايت لا أنا عندي هاني وكريم وأكرم وأكرم كويسين جدا يعني حاجة ممتاز حد يقول أنا عايز بلاي ميكر جنب أفشا أفشا لما بتوجد قدامه مواثير وتتحرك منتخب مصر مثلا هي الجودة اللي حصلت لا يبقى تحركت فيش أكتر من كان حتى محمد صلح اتحرك حرر نفسه من الناحية مع إمكانيات الفرقة إحنا بلعبها وكل حاجة وإنما حصل مفهوم إزاي أنا روح أجيب جول أعمل اختراكات وتمريرات طولية ما كانش وإحنا كنا منشوف يا أحمد الحاجات كابتن شيف إحنا لو جبنا أي 11 متدوري نسلوا لعبوا ناجر يعني مش عايز برضو يعني هم هم نفس اللعبة دي اللي بتلعب قدام الأقوية قوي هو نفس الأداء قدام السودان هم نفس الأداء نفس الشكل بس المراتي عطل نحرارة حصل أنا عايز عندي دافع إن أنا قدي بروح وبشوت وبعمل أسليب بالشكل اللعبة اللي هي التصويبات والاختراكات والانتراضي عن فيتوريا يعني أنا مش دعو فيتوريا ده خالد احنا فيتوريا بالنسبة للمنتخبات نتائج يعني بطولات فيتوريا بيعرف ما بيعرفش نتائج خلاص إحنا وصلنا في جميع اللعب اللعبات اللي موجودة في أي حتة في الحياة النتائج هي اللي بتحدد مصير المدير ممكن يبقى عندك مدير فن نهائل والسكواد اللي عندك مش مدير والأحلام اللي هو نفسه فيها أو الطريقة اللي بيبص يلعب بيها أو 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 عايز وقت أبقال ما الفكر بتاعه ويمشي مع الناس الموجودة هي دي الحتة اللي أنا بقولك متطمن عليها في النادي الأهل الرجح قدر يختارك بسرعة شخصيات اللعبة ويحببهم أنا حاسس اللعبة مبسوطة يقرب منهم قدر يقرب منهم اللي أنت عايزه يجي ده يجب يواكب شخصيتك في كل حاجة